يمكن حضراتكم شفتوا حاجات عن مسيرة الأستاذ وقل الإبراشي رحمة الله عليه خليني هقولك النهاردة الصبح وكنت قاعد مع صديقي العزيز جدا وقل لطفي الله يدي له الصحة يا رب وكان بيقولي بالضبط كده قال لي الواحد لا يشعر بالألم الحقيقي غير عند الفقد وما بتقدرش تأيم وتحسي وتحسب حجم محبتك للشخص غير لما بتفقده وكنا بنتكلم تحجين عن الأستاذ وقل محبة الأستاذ وقل الإبراشي واضحة جدا 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 للحقيقة وموجودة عند الكل كل ما قدر أقوله لك أنه الرجل ده ويمكن ده كان جزء من كلامنا النهاردة الصبح بدري أنه هو حقيقي هو مدرسة الحقيقة ما كانش فيه حاجة بتشغله غير الوصول للحقيقة أكتر حاجة تثير نهمه وتسيل اللعاب الصحفي زي ما بيتقال هي التحقيقات والوصول إلى قلب قلب الحقيقة هو ده وائل الإبراشي الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب ويتغمده بواسع رحمته ووسع مغفرته ويكرمه آخر كرم في مثواه الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى